مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة أجواء يوم الأحد أجواء صيفية عادية إلى حار نسبيا درجة الحرارة حول المعدل أو أعلى بقليل طقس حار في الأغوار والعخبة لكن الطقس لطيف أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الأحوال الجوية والخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن الكتلة الهوائية الحارة نسبيا بدأت بالتحرك شرقا وبدأت الكتلة الهوائية الأبرد والمعتدلة من حيث درجات الحرارة والرطوبة تتقدم من الغرب باتجاه المملكة وبالتالي بعد يوم الاثنين إن شاء الله ومن يوم الاثنين يبدأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وتسود هذه الكتلة الهوائية المعتدلة إلى اللطيفة بعد يوم الاثنين لتشمل معظم مناطب المملكة ويكون هناك انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء معتدلة إلى لطيفة والحرارة الصغرى المتوقعة بحدود 19 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم غدين الأحد أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا العظمى المتوقعة ما بين 30 إلى 32 في أجزاء عمان المختلفة والصغرى بحدود 18 أجواء لطيفة معتدلة إلى لطيفة أثناء الليل لكن يوم الاثنين انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وبتكون أجواء صيفية عادية إلى صيفية معتدلة أثناء النهار ولطيفة أثناء الليل العظمى بتكون يوم الاثنين بحدود 29-30 والصغرى بحدود 18 درجة مئوية يوم الثلاثة انخفاض آخر على درجات الحرارة الأجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل درجات الحرارة بتكون أقل من معدلاتها العظمى يوم الثلاثة بتكون 27-28 والصغرى بحدود 19 درجة أما الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة فهي بالشكل التالي نبدأ في المناطق الشمالية المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا تقريبا في معظم المناطق درجات الحرارة أعلى من معدل بقليل إربط 33-21 عجلون 32-19 جرش 34-20 والمفرق 33-18 درجة مئوية المناطق الوسطى الصل 30-18 مأدرة 29-18 تقريبا أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا عمان ما بين 30 العظمى إلى 32 والصغرى بحدود 18 البحر الميت أجواء حارة 37 والصغرى 26 الزرقاء أجواء حارة نسبيا 33-20 درجة مئوية المناطق الجنوبية أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا الكرك 31-19 الطفيلة 29-18 الشوبك 28-17 العقب أجواء حارة 38-28 ومعان أجواء حارة نسبيا 36-21 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة في معظم المناطق والأزرق 38-22 الصفاوي 39-22 الرويشد 38 إلى 21 درجة مئوية شو شاهدين شكرا للمتابعة ونتمنى لكم أوقات سعيدة المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري